اشتركوا في القناة مؤكدة أن ميثاق العمل الوطني يعد وثيقة متكاملة للإصلاح والتحديث ومرأة صادقة تعكس رؤية جلالته الثاقبة التي جعلت نهضة المملكة تسير بخطة ثابتة نحو التقدم والرخاء معربة عن فخرها واعتزازها بما تحقق للمملكة في ظل ما أسس له الميثاق من مبادئ دعية المولى عز وجل يعيد هذه المناسبة على جلالته بالخير والبركات وعلى مملكة البحرين بمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة جلالته الحكيمة وقد بعث حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى برقية شكر جوابية إلى معالي رئيسة مجلس النواب عبر فيها جلالته عن تقديره لما تضمنتها برقيتها المهنئة مؤكدا جلالته أن الميثاق كرس الأسس الصحيحة والراسخة التي يقوم عليها مشروع جلالته الحضاري حيث اقتملت الرؤى وتم بناء مؤسسات هذا الوطن الدستورية والقانونية معربا جلالته عن فخره بالمشاركة الفعالة في الحقول التشريعية التي تبناها مجلس النواب من أجل ازدهار الوطن في الحاضر والمستقبل داعيا العلي القدير أن يوفقها وزملائها إلى كل ما فيه خير مملكة البحرين